طبعا مرحبا شباب معاكم في فيديو جديد. اليوم موضوعنا يا شباب عن سبب تغير لون مياه الحوط. طبعا من اهم الاسباب لهاي الشغلة بتصير انه بيكون الضوء. انه بتبضل مية الحوط وبعدين بتخلي الضوء شغال 24 ساعة على 24 ساعة. فهو السبب الرئيسي لانه لون مياه الحوط يتغير لهاللون الاخضر يعنيه. طبعا ما هو شيء مضر لك. الاسماك او شيء يعنيه بس اه ازا واحد بده يتخلص من هالمي يعنيه طبعا حتى لو بدلته ممكن يرجع لنفس اللون. فافضل شغلة تعملها هو انه تطفي اللمبة لمدة اربعة خمس تيام. ايام يعني تنقل. اه سبعة تيام لحط ما لون اه المي يرجع للون الطبيعي. اه بعدين فيك ترجع تشغل الضوء النظامي. طبعا المفروض انه الضوء طبعا الحوط ما يكون اه يعني واحد ما يشغله اكتر من ماكس عشر ساعات باليوم. يعني انكترت عشر ساعات باليوم. والافضل ثمانة ساعات عشر ساعات ما يأسر يعنيه بس انه مش اكتر من هاي المدة. فالسبب الرئيسي لهذا الهال مشكلة يعني بيكون كترة الاضاءة. طبعا هادا الحوط عنا سمك لاوسكر ما عم بيبينوه. من كتر مال ما يصير اخضر. طبعا هادا اه عند صديقي هو طبعا اجينا لحل المشكلة طبعا يعني. طبعا متل ما قلنا بس ترجع الطفي الضوء لمدة اسبوع لمدة خمس ايام لحتى يرجع لون المي لونه الطبيعي. وبعدين فيك ترجع تشغله نظامي فقط عشر ساعات باليوم اثمن ساعات باليوم بيكفي اضاءة للحوط. عشان دورة الحياة فيه تكون صحيحة البكتيريا وكل شي. ونشوف كم فيديو جديد شباب طبعا فيديو هادا كان هيك بس قصير حبينا ننوع على هل شغلا يعني. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.